يا مساء لانوار وحالة جدا مع حالات الكابيتانو مع احمد السيد مباراة مصر النهاردة في اول مبارياتنا في البطولة العربية مع منتخب لابنان ادأنا سيء جدا ادأنا وحش جدا ملناش شكل ملناش طعم ملناش نول ملناش ريحة ادأنا بصراحة فيك ونافة نافة نافة خالص يعني مفيش اي حاجة ببشر لان الجيل ده والمنتخب ده هيعمل اي حاجة مش عجبني كارلوس كيلوش مش عجبني اللعيبة مش عجبني الروح والجرينتال عند العيبة النهاردة بنشوف المنتخبات كلها بتقدي بصورة ممتازة بصورة حالة وخاصة المنتخبات اللي بتنفس معانا انا بدل ما انا اروح قدي رسالة لكل المنتخبات اللي هي بتنفس معانا زي المغرب زي الجزائر زي تونس اللي هي المفروض واحدة منهم وقع معانا في تصفات كاس افرقيا المؤهلة الى كاس العالم زي ما قلنا يا اما تونس يا اما المغرب يا اما الجزاري يا اما السنغالي يا اما النجاري التلاتة دول لازم انا ديهم رسالة لازم اقول لهم ان انا هنا. انا موجود. زي ما هم عملوا. زي ما هم الدون رسالة قالونا احنا جايين بكل قوتنا. على الرغم من المنتخبات دي جاي بال الفريق التاني او جاي بين لعبين المحليين. النهاردة المنتخب الجزائري بيده اصو بيفرم المنتخب السوداني اربعة صفر. كذلك المنتخب التونسي النهاردة بيفرم ييد اسموريتانيا بنكسب النهاردة خمسة واحد. في العدم موجود علي معلول غياب مؤثر بالنسبة للفريق. بالنهاردة بيشوف منتخب المغرب بيكسب المنتخب الفلسطيني بنتيجة اربعة صفر. انت النهاردة كمنتخب مصر بتلعب المنتخب اللبناني بتكسب واحد صفر بهدف من محمد مجدي افشا. اعلامة استفاهم كبيرة. زي ما قلت في القنافة نافة نافة. فيش مستوى خالص. فيش كرة خالص. مفيش اي حاجة خالص. فيش جرينتا. فيش حماس. مفيش روح. بعض الناس هتقول الجيل ضعيف هو ده المستوى هي دي امكانياتنا الجيل ده وصل ليه كاس اما افريقية اللي فاتت وصل لدول التمانية واتغلبنا من جنوب افريقيا. هقول لك يعني ممكن ان انا عود الحاجات دي زي ما قلت انا الفترة الجاية لو انحنا اتكلمنا الكلام ده كتير والشعب المصر اتكلم الكلام ده كتير. احنا فنيا ضعاف. مفيش حد قوي بسنسا محمد صالح وتريزجية. وانا من وجه اتنظر اللي تين دول في حتة تانية خالص عن باقي التسع اللعيبة اللي بتلعب للمنتخب مصر. فانا ممكن ان انا عود الحاجات دي عود الكلام ده ازاي واقلل الفرقات الفانية دي ازاي بالجرينتا. بالحميز مين احسن واحد بيعمل الحاجات دي حسام حسن. مش تحب المصر اتكلم في الكلام ده كتير وقال. قال يا جماعة الفترة الجاية لما طالح حسام البادري وبندور على المدير فني قال حسام حسن. حسام حسن يقدر يعني يشغل اللعيبة وكل لعيب لو انا مستوية تلاتين في المية اربعين في المية مجرد ما يحمسني في الملعب ويشجعني حسام حسن هخليني سبعين في المية. هخليني تمانين في المية. دي شيء دي لازم اقولها في حق حسام حسن بيعملها كويس جدا. وهي دي الحتة بتاعته. وخاصة بيعمل الفرق اللي هو بيعاب النظر بشوف الاتحاد السكندري بعض ناس تقول لي يا احمد ده الاتحاد فين الاتحاد وحش جدا الاتحاد سايق جدا هقول لك يعني لأ ده الاتحاد اصلا الاتحاد كل سنة كان بنفس على البوط في السنين اللي فاتت يعني نسينا ولا ايه? مش عايزين ننسى الاتحاد كل سنة كان بيصار على الهبوط. النهار ده حسام حسن يعني بيخلي الفرق في وسط الجدوة دي حاجة كويسة. الحتة دي بتاعته حسام حسن وانا اتكلمت الفترة اللي فاتت دي كتير. فترة جاية مش محتاجة فنيات. احنا مفيش ضعيبة. انا ممكن جلزمان اه جيلة بوتريكة مع براكات مع متعب مع عمر زاكي مع زيدان حمد حسن سكوات تييل جدا. انت فترة دي ماشي انت محتاج واحد فنيا كويس زي كابتن حسن شحيته فنيا المستوى عالي جدا. وقدر هو يطلع كل حاجة عندهم. لكن فترة الجاية لأ انت الى جانب الفنيات مع كابتن حسام 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 بردو كوتش كويس ولكن انت محتاج ان حد يطلع ويبقى فيه غير. انه هنضم فيش حماس خالص. انه هنضم فيش بالكم مني وانا جاية نافسة النهاردة ده منتهى لا مبالاة عند اللعيبة وعند الجهاز الفني. هتكلم عن المباراة وحل المباراة وحل الكرش اخطاء فنية النهاردة هجاز اتكلم عليها انت فين طول المباراة. يعني النهاردة بنلعب اربعة تلاتة تلاتة انتشارنا سيء جدا وهشرح الكلام ده على البورت. وهشرح انتشارنا كان عامل ازاي? سيء جدا انت كنت فين? كنت موجود فين? هتكلم عن مباراة حل مباراة اكملوا معي لغاية اخر الحلقة معاكو الكابيتان واحمد السيد. اللي اسا مش مشترك في القناة ينزم سبسكرايب. اتفعل زر الجرس ازرنا حاجة. اللايكود وخاني نتشتكلم عن مباراة العك. الوحش قوي اللي في الكنافة. ما بين منتخب مصر وبين منتخب لبنان. النار ده كانت اول مباراة في المجموعة اللي بتضم الجزائر بتضم السودان بتضم مصر بتضم لبنان قبل المباراة لعب منتخب الجزائري مع منتخب السودان ده هسوفرم المنتخب السوداني بنتيجة اربعة صفر ده الفريق التاني مش الفريق الاول بقيادة البغداء بنجاح والكتيبة الكاملة للمنتخب الجزائري مع الموديل الفني مجيب بوكارة. يعني منتخب الجزائر في حتة تانية. في حتة تانية خالص. وانا الكلام ده اللي بتفرج عليها. دايما لما بطل اقول يا جماعة بلاش نقابل الجزائر. ابعيدوا عن الجزائر. منتخب ده قوي جدا. منتخب ده في كاس من الاتحاد الجزائري. النهاردة احنا مباراة النهاردة كانت بتلعب مع المنتخب اللبناني. منتخب اللبناني. فيش كورة خالص زيه زي المنتخب السوداني. زي زي المنتخب الفلسطيني زيه زي المنتخب موريتاني. كلهم نفس المستوى جيدنا يا نبقي ده عندنا في الاصابة بس صناح محمد صلاح بس بما ده محمد صلاح مش هو يعني اللي هيددينا النقلة والنقلة في المستوى والفرق في المستوى لان راجل بيجي في الملتش這麼اخيرة بتاعتنا بيتمسك وبيحطوا عليه كل اللعبة اللي بتلعب قدامنا والمنتخبات اللي بتلعب قدامنا بتتمسك وكل المنتخبات اللي بتلعب قدامنا عرفها خطورة محمد صلاح بتلعب علي ما انتمين فما ما Program مؤثر معنا في الملتشاط اللي فاتت كلها باقي العناص المباقي انتم فين ؟ ابتدينها النهاردة بتريهة اربعة تلاتة تلاتة محمد شانوف عسمراء قدامه له النهاردة كان احمد حجازي وكان الانشبكرايت كان عملك رامت وفيق بكليفت كان ابو الفتوح لعب النهاردة برقم ستة كان حمدي فاتحي كان رقم تمانية النهاردة كان عمر الصلي على يمينه وكان علش ملو رقم عشر النهاردة كان محمد مجدي ابشه وسولاسي امامي كان كان مرون حمدي وكان هوف رايد اللعب مصطفى فاتحي. ده كان شكلنا في الملعب كان طريقتنا قبعة تلاتة تلاتة المنتخب اللبناني عارف خطوريتنا بحب نوع يقفل لعب بطريد خمسة تلاتة اثنين عشان يقفل الجبهات وعارف الخطورة بتاعتنا على جبهاتنا. كارلوس كيروس كارلوس كيروس هو الرجل بيحب يلعب اربعة تلاتة تلاتة خلاص. للي من اللي بعرفين طريقت منتخب مصر فترة رجعت باربعة تلاتة تلاتة. الرجل ده بيعشر حاجة سمعت الاربعة تلاتة تلاتة. ولكن لما اجي طبقها اطبقها صح. ما اطبقش فردة واصيف فردة. لما اجي طبقها اربعة تلاتة تلاتة لان بي موجود مع اي حمدي فاتحي. انت النور ده بني جبهات. اوكي حلو قوي. عامل عمر السلية جنب مصطفى فاتحي ناحية تليمين معه اقرم توفيق عشان يعملوا جابها. طيب الجابة الشمال عامل قابر فتوح مع محمد مجدي افشع مع محمد شريف. وفاتح الملعب على اخر وعمل بشكل حلو قوي في الملعب. طيب احنا لما بنبتدي جابهات لما نيجي الكرة تكمل والكرة يعني نعمل هجمة سواء ناحية يمين او سواء ناحية الشمال. بندك رصات عرضية طب فين اللعيبة اللي هتستقبل ببقى موجود بس مرهان حمدي. النهاردة يعني عمر السلية فاتح ناحية اليمين قوي قوي وكذلك محمد مجدي افشع فاتح ناحية الشمال قوي قوي. فيه تساعد وتبني ناحية اليمين بسرعة بسرعة تلقطها وتقوم داخل في العمق. وكذلك افشع لما تبني هجمة ناحية الشمال بسرعة القرى تتمرد تقوم جاري ويقوم الداخل في العمق. لازم القرى لما تتعرض من شريف او لما تتعرض من مستفى فاتح يازم لايقى مرهان حمدي سلية افشع وكذلك يضم معهم الراجل بتاعêt طرف الشمال محمد شريف او لو القرى مع شريف لازم يبقى موجود مايقى في العمقر حامدي افشا الصلية والرجل اللي يمين اللي هو اا مصطفى فاتحية. لازم شكلين يبقى كده في الملعب. لازم اربعة تلاتة تلاتة بتطبق كده. ولكن النهارده عامر الصلية محمد مجدي افشا دورهم كان على الاطراف الكرة بتتمرر مسلا لمصطفى فاتحي ومحمد شريك وبيفضلوا سابتين واقفين. ما بيتحركوش. طب انا هنا كاكروج لازم اقومك تانا اتكلم. لازم انا قوم اتحرك. اشرح لهم في المعلب. لهم في جاب في الحتة دي بالنسبة للصلاية وفي جاب عندك انت يا افشا في الحتة بتاعت العمك. لازم تضمه لجوه ولازم تزيده وتسدده وتكعمله التكملة الهجومية والزيادة الهجومية وتبقى لدتو الاتنين ولكن انت يعني ناسي خالص ومش موجود خالص ولا تكلم دي طول المباراة كده نفس نفس الاداة دقبات في السرعة بطء جديد خطوط كلها يعني بتحس ان هي متبعدة عن بعض جدا كل شيء ولكن على الاطراف طب العمك فين فيش عمك خالص. لازم لما تطبق ارباح ثلاثة ثلاثة لازم تفرجهم وتوريهم الفرق ارباح ثلاثة ثلاثة بتطبق ازاي? ناعدة بنشوف فرق احسن فرق بتعرف ارباح ثلاثة ثلاثة لما بقى موجود كاساميرو مودريتش. شوف مودريتش بيعمل ايه? شوف توني كروس في الزيادة الهجومية بيبقى موجود فين? التزديد من خرج المنطيبية بشكله عاملة ازاي? الزيادة الهجومية بتبقى عاملة ازاي? كزايا كليفار بول بيننا. تفرج على برطة وفح بيانيو بقى رجم ستة تمانية وعشر بموجودين هندلسون او تياجوة الكامتارا او تياجوة او هندلسون منور. لازم بتفرج اللعيبة وتوريهم ارباح ثلاثة ثلاثة بتطبق ازاي? لازم اللعيبة تشرب الكلام ده ولكن احنا ما بنافش لعبها. ولا فرقة في موجودة في الدور المصري. مش فاهمينها. مش عارفينها. مش عارفين لطبقها. تمشي المباراة سايق جدا شوتر اول سفر سفر. فيش اي خطورة مسكين الكورة بس عملين حركها يمين وشمال يمين وشمال. فيش اي خطورة تماما على المرمى. شوت تاني. ده باهت وسايق جدا. حتى برضو تغييرات. يعني حتى تغييرات اللي انت عملتها برضو يعني انا برضو بدي لوم زي ما لوم تكالس كلش بلوم برضو على اللعيبة اللي هي متاخدة. لعيبة ليزي جدا. يعني النهار ده زي من الكلمة على العيبة اللي جاية اول مرة تنضم المنتخب ما لازم لما تنزل لازم يعني اتشاء ليب للملعب بقى. لازم تكون يعني اراجوس في عرض الملعب. ما هدى الفرصة وعمر مانبوش نزل للراجل حرك الفرة كلها في المباراة ليبيا رايح جاي. النهار ده اللي بتدي الفرصة له احمد رفعت انت فين برضو? انت لازم تثبت لوجودك احمد رفعت انت متقلق في في الدور مصري. لكن انت نزلت النهار ده فين? كذلك زيزو انت نجمل ايش الزمالك في منتخب مصري. ما انت انا نهار ده نزلت يعني راية انت فين? مش موجود خالص. مش معنا. نفتحت ليش جابها ناحية المين او كذلك ناحية الشمال. صباحا مدي فاتحي نازل بدلو مهند لشين في الحيطة دي. ايه لحد ما لعب ان دي طالق الجيش كردو كويسة كردو حلوة على الارض يعني بالنسبة لي مكسب للمنتخب مصري. هو ده يعني حاجة اخدناها من المنتخب الارض انا شايف مانا عشان عمل مباراة كويسة ولكن رفعت ما شفتوش. زيزو ما شفتوش. بقي اللعيبة كلها بلا استثناء كلها في حالة خمول في حالة ليزي في الملعب كسل. مش عايزين للعبه. يعني انا لازم انا اخد المباريات دي اه مش هتقولي بطول عربية ام لا يا احمد مكرس دي بطولها تشريفية مش فرقة معانا ولكن انا لازم ما ادي رسالة للمنتخبات اللي جاية معي دي لازم ابيلهم ان انا قوي منتخبات دي بص عليا. المنتخب الجزائري المنتخب تونس المنتخب المغرب لما تشوفني بالاداء ده هتجرق عليا لما تيجي تلعبني لو انا وقعنا في القرعة مع اي فرقة من المنتخبات دي. لكن لما لقيني قوي هيخشاني هيخاف مني يا يولي لا منتخب مصر قوي جدا انا هخاف منه فيه كزا وكزا والاسماء كزا وكزا لا هنخاف منه هنعمل الاعتبار. ده كل الصحف المغربية والجزائرية والتونسية كله بيقول يا رب اللعب منتخب مصر في القرعة. ليه عشان عارفين منتخب مصر هش خلاص خصم سهل خصم سهل في المع لعب سهل ان هو يغلبوا رايح جاي اصلا. منتخب الجزائري او تونس النهاردة يعني لو لعبونا او المغرب هيغلبونا رايح جاي بالمستوى ده. فانا ليه 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 قدي رسالة في المباراة النهاردة قدام منتخب لبنان النهاردة. بشوف تونس بتعمل ايه? النهاردة خمسة مع مورتانيا. شوفنا الجزائر اربعة صفر مع السودان. شوفنا المغرب نارده اربعة صفر مع اا منتخب فلسطين. انت فين ندم على لبنان نارده واحد صفر لما جاء وسدده محمد مجدي افشة. حاجة سيئة جدا شعب مصر حزين كل الجميل المصري والنقاط المحللين كل الناس زعلنا على ايدي الباهد جدا لمنتخب مصر والشكل الوحش في ارض الملعب. يعني كل حاجة وحشة النهاردة عملناها في منتخب مصر النهاردة وكان شكلنا النهاردة في المباراتنا مع منتخب اللبنان. لو استمرنا كده هنطلع بالبطولة. يعني انا بقول لو استمرنا بالمستوى ده هنطلع بالبطولة من دور الثمانية. مش هكمل حتى لسا انا قلت يعني انا يعني توقعات انا قلت منتخب مصر اقصى حاجة عملية ولكن بالمنظر ده لأ دور الثمانية هنطلع وخاصة احنا يعني اخر مبارة عندنا الجزائر الجزائر بالمنزر ده هنتغلب. وسكور. لو احنا استمرنا بنفس الليزي والخمول مفيش يعني واخدين المبارات تسالي كده. مباراتنا مع الجزائر فيها سكور تقيل بالنسبة. فحنخش دور الثمانية بما طبعا الشعب المصر هيزعل وقتها والدنيا والقص والحكاية. فحنخش دور الثمانية هنطلعين من البطولة مودعين وراجعين. لازم اللعبة تشدنا بحالة شوية. لازم الجلب فاني تشتغل شوية. لازم يبقى في جرين توروح اكتر ده منتخب مصر يا بقى. مش مش حاجة سهل يعني. لازم يبقى عندنا حامية اكتر من كده. لازم اللعبة تشتغلها نفس اكتر من كده. احنا مش موظفين. يعني اللعبة محسنين ان هي موظفين جاية بتقدي وظيفة ومشي. مش فارقة معاها بقى اي حاجة. لا لازم تحسوا بالشعب المصر تحسوا بالجميل المصرية الجميل المصرية تحب منتخب مصر وعايز نشوف منتخبة في افضل مستوى وافضل ليبل وافضل حيل ده اللي احنا تعودنا عليه في الفترة الاخيرة مع الكابتن حسنش حتى طب معنى ان احنا نشوف منتخبنا يبقى في مستوى عالي وفي اعلى مستوى عربي واعلى مستوى افريكي. ما للتوفيق للعيبة تشد الحلة اكتر من كده كيروش اشتغل اكتر من كده مع اللعيبة دي واشتغل محاضرات يعني فنية واشتغل محاضرات يعني تحميص للعيبة اكتر من كده. كل التوفيق المتقمة في الفترة الجاية كان معكم كابتن واحمد سيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.